اشتركوا في القناة والدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم أظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا سفينة النجاة وعين الحياة أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه رزقنا الله وإياكم إن شاء الله زيارته وشفاعته في الدنيا والآخرة وإن يجعلنا من خدامه ويجعلنا من أنصار وأعوان ولده قائم آل محمد عليه السلام لا أدري وأنا أخوض في هذه الأيام في موضوع من مواضيعي التي تختص بالحسين عليه السلام وهو عرض جملة من الكتب والأبحاث والموضوعات والمؤلفين والثيمات الأساسية في سيرة الحسين ربما قد يكون البعض لا يتفق معي بالطرح أو قد البعض شوفوا إنه الموضوع غير نافع أو ممكن إنه أروح على غير موضوع يعني لو خلية قلبت بالنتيجة هناك برامج تحدثت عن سيرة الحسين التاريخية هناك برامج تحدثت عن الشعائر الحسينية بالخصوص هناك برامج حسينية شعرية سواء فصيح أو شعبي هناك شبيه يعني هناك برامج الحوارية الحسينية على مختلف حسين كنوع ومصدر هائل زين لكن هذا الموضوع ربما أنا لأنه أحب أدعي أدعي أنني أحب الكتب واطلع على خفاياها وعلى تأريخها ومؤلفيها وكيف الصيغة وأهم ما يمكن معرفته عن الكتب وهذا علم بحد ذاته يعني سبقونا كثير من الناس من أساتذتنا في حب هذا العلم والاطلاع عليه ولكن أعتقد هو من جملة ثقافة الشعوب من جملة ثقافة الوسط الحسيني يعني أنا أعتقد أنه على محبي الحسين أعتقد من الواجب على الشعراء واجب على الكتاب واجب على مقدمي البرامج واجب على من يريد أن يقدم مادة للإمام الحسين أن يكون مطلعاً ولو جزء على ما ذكر وما كتب وما صور عن الحسين عليه السلام المهم ما زلنا وإياكم وإحنا هذه حلقتنا السابع إن شاء الله مع الفهرست الحسيني فهرست ولو قصير هو يعني بس إن شاء الله نطمح المستقبل يكون أكبر الفهرست الحسيني اليوم يتداول تأريخ الإمام الحسين كتاب تأريخ الحسين هذا اللي يظاهر أمامكم تأريخ الحسين نقد وتحليل الشيخ العلامة عبد الله عثمان العلايلي أولاً أتحدث عن المؤلف لأنه يهمني جداً أن أتطرق إلى هذا الرجل هذا الرجل حقيقة صنع أشياء تخص الإمام الحسين عليه السلام لم يتطرق إليها غيره وقلنا الحسين دائرة واسعة جداً أو ربما أطره وقننه لمعرفة تاريخينية الإمام الحسين بهذه العبارة أولاً شيخ عبد الله بن عثمان العلايلي أهم رجل دين في لبنان معروف كتبوا على القوجل اقرأوا شوفوا الوكيبيديا من هو شيخ عبد الله العلايلي أهم رجل دين في لبنان له مكان سامي وراقي في المجتمع إضافة إلى أنه رجل دين لغوي أديب موسوعي من أبرز الشخصيات المعددلة الدينية رجل سلام المهم فالعلايلي بغض النظر عن سيرته ودراسته واصطدامه بكثير من الدعامات في المجتمع والمشاكل اللي حصلت أيام في لبنان هو الرجل صاحب مشروع حقيقة صاحب رؤية يعني عجيب هذا الرجل أولاً مشروع العلايلي هو مشروع الأصلاح هو يقول أنا مثلي مثل محمد عبده في مصر شيخ محمد عبده كان معروف اللي شرح نهجة بلاغة وأدخل العلوم الحديثة فيزياكي مياه جغرافي غيرها إلى الأزهر وصارت كبت علي النائرة مثل ما نقول المهم شيخ عبد الله العلايلي نفسه محمد العبده وغيره اللي كان عده منهج خاص بالأصلاح هو الشيخ عبد الله العلايلي رحمه الله يدعي أو مو يدعي وإنما يرى حقيقة أن الإمام الحسين عليه السلام هو رمز مثالي إلى شنو إلى الأصلاح يعني يعتقد الحسين هو الرائد الرائد الحسين الذي لا يمثله لا يمثل أصلاح إلا هو صلواته الله عليه فكان يعتقد أن الحسين هو رمز مثالي للأصلاح يؤثر كثيرا بالمجتمع هس من خلال الدمعة على الحسين من خلال المجالس من خلال فكر الحسين المهم الحسين بكل ذاته هو يعتقد العلاي لأن الحسين بكل ذاته هو رمز للأصلاح رمز روحي وتأريخي وحضاري مثالي زين ولهذا كان هو يتكلم لما يتكلم عن الثورة يتكلم عن التحرر عن الناقد حتى بالإيجابيات الشخصية المتفوقة العمل النهضوي في الفكر النهضوي الإصلاح في المجتمع كل كان يعزوه وكان يعتقد أنه أبرز مزداق هو الإمام الحسين عليه السلام لهذا ما كتب فقط هذا الإمام الحسين نقد وتحليل وهذا كتاب طبعا تعبت يا الله حصلته المهم كتاب مهم جدا كتب ثلاث كتب عن الإمام الحسين على يدي كتب الكتاب الأول اسمه سمو المعنى في سمو الذات هذا كتاب الأول حتى تعرفون الرجل فعلا يرى أن الإمام الحسين عليه السلام هو رائد الأصلاح كتابه الأول سمو المعنى في سمو الذات كتابه الثاني تأريخ الحسين اللي هو هذا اللي احنا في صدده تأريخ الحسين نقد وتحليل الكتاب الثالث اسمه أيام الحسين وبعديا هذا ايام الحسين بعد سنوات ذكره بعض المؤرخين انه اعادت او طبعه باسم ثاني يعني وكان مخطط اسم ايام الحسين سمى ايام النبوة لماذا سمى ايام النبوة يقول يشير الى عظمة الحسين من خلال قون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من حسين زين فاذا رؤية الشيخ عبدالله العلايلي هي رؤية مستخلصة من نهضة الامام الحسين وتاريخ الحسين عليه السلام وحيث شكل الاسلام والاصلاح اساسا من الحسين صلى الله وسلامه عليه زين هو ايضا يفكر عاليا بصوت عالي ان كل الاحزاب السياسية المنبثقة هي منبثقة عن مفاهيم قبلية زين في تكوين الدولة العربية وكان ينتقد هذا الاسلوب انتقاد عجيب غريب هو يعتقد ان هذه الدول العربية والاحزاب السلطوية السياسية هي انبثاق لمفاهيم قبلية وهو يعتقد ان الحسين يحاربها ولا يريدها زين ولهذا كان شي يقول كلمة عنده هكذا هو يحلل طبعا عنده فرد دماغ شيخ عبدالله عنده فرد دماغ يعني الى حد ذكاء انه كيف يرتب المفاهيم ويربط بينها برباط تحليلي عجيب بحيث انت للوهلة الاولى يقول هذا الزغرف من القول شنو استصفين بعدين تشوف رجل كلش فاهم كلش فاهم يعني من الطراز الثقيل كاتب ثقيل ومو كاتب عادي فما اعتقد انه كل واحد راح يستئنس بكتابه ولكن هو هذا الكتاب يعني هو وثيقة مهمة جدا انه انت تحدي ويا نفسك تقرأه مرة ومرتين وثلاث تاريخ الحسين نقد وتاريخ المهم فيقول المجتمع لازم ينشأ اولا قبليا ثم اقطاعيا ثم قوميا فعنصريا فقاريا بعدين يقول فانسانيا هو يعتقد انه الاصلاح لازم يأجي يعني مثل يقول بايا بايا ويتطرق الى قضايا كثيرة من الذين حاربوا الحسين صلى الله عليه المهم الكتاب هذا اخواني انا اعتبره من نفائس الكتب اي نعم يعني انا اعتقد ان هذا الكتاب ينبغي ان لا يعطى ولا يعار يعني اذا واحد طلبه من عندي يمكن ما انطيه لانه خاف عليه كتاب مهم جدا يروح خاف يضيع او يتلف المهم الكتاب من النفائس التي تختص بسيرة تاريخ الامام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه وارى ان هذا الكتاب باسلوب الشيخ عبدالله العلايلي لا نظير له في الكتب يعني ماك واحد يشبه مثل كتابته مثل كتابته ماك واحد يشبه زيه ولهذا حتى كتابه يشتمل على نكات مهمة جدا وعلى اسطر يعني اشبه بتحس قوانين مسلة حمرابي او قوانين يعني ما نقول الهية ولكن نريد نقرب انه فرد نصائح وفرد قوانين مقننة تحس انه هذا الرجل يريد يرشد الناس الى فكر سليم من خلال الامام الحسين صلى الله عليه وسلم المهم هو ايضا يفرق بين في الكتاب بين الثورة والفوضى كتب لاثار اعجابي اخواني حقيقة اللي خلاني يعني اصلت الضوء على هذا الكتاب واهميته انه كتب فرد مقدمة عميقة يعني جديرة بالنظر يعني انا اصور هسه مرة ارجع بعد هاي الحلقة اروح ارجع اقرأ الكلمة او المقدمة كتاب قاري بس ارجع اقرأ المقدمة ديش لانه بالمقدمة اسس فرد اساس واعطى فرد ضابطة مهمة جدا لفهم التاريخ فقال حتى احنا نفهم مقام الحسين ونفهم مشروع على اصلاحي الامام الحسين فلابد اولا دراسة الواقع الحسيني او الواقع العام اولا لابد ان نأتي على مرحلة التجميع نجي نجمع شنون نجمع يعني يعني نجمع اخبار نقرأ عدة مصادر نجمع اخبار هذي اولا اذا اردنا نكتب دراسة اذا اردنا نفهم نكتب بحث او دراسة نفهم الواقع الاصلاحي الحسيني اولا لمرحلة التجميع ثانيا يقول مرحلة النقد تجي انه انت تجي تلقي بظلالك على النص تنقده اتحاكمه ثم بعدين تجي الى مرحلة ثالثة مرحلة التأويل تجي على مرحلة رابعة شنية مرحلة الصياغة القصة التاريخية ومن خلالها تفهم جزء من جوهر الامام الحسين صلواته الله عليه اسأل الله عز وجل ان يرزقني وإياكم فهم جوهر الحسين عليه السلام لا تنسوني والدي بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة